محمد دالي مدير تعاون والارتقاء بالتعليم الخصوصي أولاً أشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع وكما أشكر مؤسسة دي التعليم الأولي لإستدعاتني لهذا اللقاء وكما تعرفون أنه هذا اللقاء هو يعني لقاء مهم ويندرجوا في إطار الجهود المبدولة من جميع المتدخلين من أجل تطوير تعليم الأولي في بلد دينا وهذا اللقاء هو مناسبة لتقاسم مع جميع المتدخلين وكما رأيتم العنوان هو المقاولات الاجتماعية ومساهمة دي لها في تطوير هذا النموذج ونحن اليوم بناء على هذه التجارب التي راكمناها على صعيد الوزارة اليوم الكل يتفق على أنهم يمكننا نصلوا لتحديات لحدتها الرؤية الاستراتيجية يعني التعميم في أفق 2020-2027 إلا بتدفر جميع المتدخلين على الصعيد الوطني أن الدولة ستقوم بالواجب ديالها وجاء ذلك في برنامج الحكومي لخصص واحد العدد دي الإجراءات بالنسبة للتعليم الأولي وكذلك في مخطط ديال الوزارة لأن الوزارة اليوم عازمة على تعميم التعليم الأولي في أفق 2026 وقامت بعدة مبادرات بالمبادرات التي أطلقها السيد الوزير وهو إحداث ألف قسم جديد في الدخول المدرسي المقبل هذا يؤكد على أنه اليوم مسألة ديال التعميم هي مسألة أساسية والكل يشتغلوا عليها بالإضافة لهذه الجهود التي تبدأ لها الوزارة فضروري أنه كذلك تم تضافر الجهود ديالجميع المتدخلين من مقاولات من يعني كل المتدخلين في هذا الميدان جمعيات المجتمع المدني جمعيات آباء أمهات التلاميذ وهو تلاحظوا بأن هذا الكل هم رح حاضرين معنا في هذا اللقاء على أساس أنه الكل يساهم يعني من أجل رفع تحديات ديالتعميم في هذا الأفق ديال 2026 بالإضافة إلى ذلك الوزارة الآن كما قلت هناك استراتيجية للدخول المقبل يعني ألف قسم ولكن هناك استراتيجية على أساس أنه بالنسبة للسنوات المقبلة يعني غادي نحدده لحاجات ديالنا وما سواء من في مجال ديال تأهيل مؤسسات أو إحداث أقسام خاصة بمواصفات جديدة ولكن كذلك في مجال ديال تربية يعني تكوين المربيات سواء تكوين الأساس أو تكوين المستمر كذلك في مجال كل ما يتعلق بالبرامج والمناهج واللي هي الآن راها جاهزة واحد العدد ديال إطار المرجعي إلى غير ديالك المسائل اللي راها جاهزة هذه تتم المصادقة عليها عن مقارب يعني بالإضافة إلى الشراكات اللي يخصت تكون يعني على صعيد الجهات وعلى الصعيد المحلي وكذلك المساهمة ديالجميع المتدخلين سواء الجهات أو رؤساء الجهات أو كذلك الجماعات من أجل كسب الرهان ديالتعمير موني الغزوي نائب رئيس الشبكة المغربية للإقتصاد الجماعي وتضامني وفي نفس وقص رئيس الشبكة الإقليمية للتنمية التعليم الأولي بإقليم بولمان في حقيقة كان نضمو هذا اللقاء لهذا حول التعليم الأولي وأول نقاء من وعوه علاش لأنك يجمع مجموعة من الفاعلين ديالتعليم الأولي من تعاونيات جمعيات ومن مؤسسات لفونتاسيون وكذلك من مؤسسات ديالدولة اللي كانتشتغل في هذا الموضوع كان عندنا اليوم تمييز بحيث أنه كان ربط بين الاقتصاد الجماعي وتضامني وتعليم الأولي علاش لأنه يعني الفاعلين يعني الفعالين في هذا الموضوع ديالتعليم الأولي كان وجدوا الجمعيات الشبكات كذلك المؤسسات لفونتاسيون وكذلك التعاونيات واللي كيساهموا بشكل كبير في يعني في انتشار تعليم الأولي فتورة بالديال المغرب وكذلك خاصة في العالم القراوي واللي اليوم هما يعني كيشتغلوا في ظروف يعني ما فيهاش دعم بشكل كافي ما فيهاش دعم فني ما فيهاش تكوين ولكن هما كيشتغلوا كيوفروا هذه الخدمة في هذا الأخر والليوم بغينا نقولوا أنه مبين يعني الفاعلين المهمين هما هدو اللي يمكن يطوروا يعني ويوسعوا الرقعة ديالتعليم الأولي في المغرب خاصة بالعالم القراوي واللي الهدف واللي اليوم هما مستعدين كيكفي فقط أنها توفر الإمكانيات للمدية والفنية باش يمكن يوفروا هذه الخدمة خاصة وأن يعني حسب الإحصائيات أخر الإحصائيات تعدنا واحد وخمسين في المئة من الأطفال اللي ما كيستفدوش من هذه الخدمة هذي وهذا بالحويجات اللي كتأثار على المنظومة التربوهية بشكل عام في المغرب خاصة أن المحتوات اليوم ديالتعليم ابتدائي يعني مديرا على افتراض على أساس أنكين تعليم أوري في الواقع اللي يعني احنا كن هدروع لا واحد وخمسين في المئة ما كتستفدوش بمعنا ما كينش تفك فوق الفرص يعني لا في النجاح لا في جودات التعليم وكذلك ما كينش تفك فوق الفرص في الحق الولوج لهذه الخدمة بين جميع الأطفال المغاربة لا في العالم القراوي لا في العالم الحضاري ولا كذلك في المناطق اللي كتعني منها شاشة